موسيقى اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة التغيير يطيب لي انا التقيكم على مدى ساعتين من الان عبر شاشة قناة التغيير مشاهدينا الكرام اليوم ستكون هناك مجموعة من الموضوعات المنوعة التي ستأتيكم عبر برنامج من بغداد في الساعة الاولى سنناقش مع السيد الناطق او المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السيد احمد الصحاف حول الاشكاليات التي حصلت في بعثة الاتحاد الاوروبي ورفع علم قوس قزح الذي قيل انه يمثل اليوم العالمي المناهض لارهاب مثلي الجنس والتحول الجنسي ايضا اذا بقى عندنا وقت قبل ان نذهب الى النصف الثاني من الساعة الاولى سنقرأ بعض الشكاوى وفي النصف الثاني من الساعة الاولى سيرافقني ضيفا السيد جاسم العطية وكيل وزارة الهجرة والمهجرين لانه نحن اخذنا في حلقات سابقة فونو تحدثنا عن مشاكل كثيرة وعديدة لهذه الشريحة التي تحتاج مننا ومن الحكومة الجديدة رعاية استثنائية وخاصة للواقع الذي المر الذي تعيشه هذه الشريحة فمن باب الانتزام سيرافقنا ضيفا ايضا عبر استوديوهاتنا من بغداد الساعة الثانية مشاهدين الكرام الوضع الصحي المقلق وارتفاع الاصابات في بغداد وكربلاء والبصرة ومحافظاتنا الاخرى وفي السليمانية ايضا سيرافقني ضيفا السيد حسن التميمي وزير الصحة العراقي وسوف نتناقش في هذا الموضوع بداية مشاهدين الكرام يعني انا تصني الاف الرسائل يوميا وقلتها في حلقات سابقة واكرر القول مرة اخرى انا لا اهمل شيء لكن انا احاول ان اضعها حتى ابوبها اليوم انا راح اناقش قضية الهجرة والمهجرين واستحقاقاتهم واسلفهم واتمنى في النصف الساعة الثانية الاخوة الذين لديهم مشاكل مع الهجرة والمهجرين ان يتصلون مع السيد جاسم العطية حتى نصل واياهم الى حلول لمشاكلهم فاتمنى من الاخوة ان يفسحوا المجال لهذا وبقية المشاكل تتوارد اتباعا واحدة من الرسائل التي وصلتني واشعر بامانة لعرضها وهي تحتاج الى مساعدة الى طفل من اهالي الديوانية يا شباب اذا الصور عدكم اذا عدكم الصور مرتضى مسلم يعني من اهالي الديوانية هذا الطفل عدة تشوهات في القلب زين فتحة بطينية كبيرة هذه التقارير الطبية اللي بعثها زين ابو يعني تهدل بالصمام سبحانه وتعالى يعني ارتفاع ضغط الشريان تشوهات في البطين فتحة بالقلب هذه التقارير الطبية اللي الان اعرضها لكم مشاهد الكرام خليلي صورة الطفل يا عمر خليلي صورة الطفل يعني تدرون خلونا كل احنا اي واحد من عندنا الان ارجع لي يا شباب خلي كل واحد من عندنا الان يمارس دور الاب ودور الانسان ويشعر انه هذا ابنه وتضطر بالحال ان يعلنا امام الملأ امام الملايين كلها ويقول يا اهل الرحم انه هذا الان يحتاج الى عملية ويحتاج الى مساعدة وهلا هلا بالمروة واللي يقدر واللي يقدر عليه واللي يقدرون عليه انه هذا الطفل من اهالي الديوانية علي مرتضى مسلم عفوا انا حتيت لانه الرسالة جايتني باسم الاب مرتضى مسلم لكن الطفل علي مرتضى مسلم اهالي الخير والمحبين وفي هذا الشهر الفضيل ونحن في العشرة الاواخر من رمضان المبارك ليلة القدر واستشهاد الامام علي اللي يريد يعاون الاتصال انا ابعث التليفون لا ندعي احنا نجمع له ونحط نعدنا ونودي لها لا مباشرة منكم الي فالى كل المخلصين وفي شعبنا الكريم مخلصين كثيرين في هذا الجانب اه شباب اذا اه نروح الى وزارة الخارجية اذا الاتصال اتأمن مع السيد احمد الصحاف بخصوص هذه القضية اللي انا عندي ايضا من كربلة الاخ المتقاعد عبد الرضا حيدر علي من محافظة كربلة يعني انا ما ادريش قد اكو مشاكل بالتقاعد العامة يعني انا تقريبا 30-40% من الرسائل اللي تجيني هي تجيني عن قضية التقاعد العامة ومشاكل التقاعد والخدمة والقرارات غير الواضحة اجل قرارة المجلس النواب بلغنا الناس بالقرار راح القرار اتعدل القرار التقاعد يطالب بتغيير القرار ما كمرون بتغيير القرار والناس كلها وشريحة المتقاعدين شريحة متدمرة ومتأذية عبد الرضا يقول انا عدي 16 سنة اصبح رات بـ 400 سنة اصبح رات بـ 400 والنوب اصبح 500 وتم تغييني على شهادة البكالوريوس من كلية الاداب سابقا وراجعت دائرة التقاعد كربلة حول احتساب ابلغ الشهادة بنسبة الا ان دائرة 100 على 10 ما اعرف شنو هاي النسبة انا بالتقاعد تقول الا ان دائرة التقاعد كربلة ابلغتني بانه ما تستطيع ان تحسبها لان علما ان زميلي بالكلية من محافظة ميسان تم احتساب مبلغ الشهادة له من قبل دائرة التقاعد ميسان علما بان راتبي اصبح يساوي راتب الذي ليس له شهادة واصبح الخريج والمريج كلهم يشربون بالبريج انا ما ادري يشربون بالبريج يشربون بالدولك لكنه القضية لما نعلن عبر وسائل الاعلام ومن خلال هذا البرنامج انه هذا الرجل موجود اسمه وموجود رقم تليفونه والرجل الان يقارن بواحد مثله ليش هذا يحتسب ليش هذا ما يحتسب اذا اكو خلل الخلل اما بالاجراءات التقاعدية التي تتم من قبل الموظفين وقد يتبادر الى ذهن صاحب القضية عبد الرضا او يتبادر الى ذهن المشاهد او الى اذهاننا جميعا انه هناك علاقات ترتبط بهذا وبذاك فمعاملة الرعية بالسوية لابد ان تكون هناك معاملة الى القانون والقانون يجب ان يطبق ويطبق على الجميع وعلينا جميعا ان نحترم القانون حتى اذا في مرحلة من المراحل اختلفنا مع هذا القانون لانه لدينا فرصة على ان نصلح المناطق الرخوة في القانون اما القانون يكون مطاطي نجمي سحبا بصفحة وعبدالله سحبا بصفحة واحمد سحبا بصفحة وسوسن السحبا بصفحة والقانون يجير لكل من لديه ما لديه هنا تشكل نقاط اختلاف واذا كان الدعاء عبدالرضى صحيح ويثبت ان هذا اللي بميسان نفي الشهادة هذا احتسب هذا غير احتسب بنفس المواصفات اذا يجب ان نذهب الى محاسبة الذي تسبب في هذا الخلل لنقطع الطريق على الاخرين الذين يتعاملون مع القانون وفقا لأهوائهم مشاهدين الكرام الموضوع الذي اثار ضجة كبيرة في الاوساط السياسية والدينية والشعبية وتواصل الاجتماعي في السوشيل ميديا هو ما حصل اليوم عندما رفعت بعثة الاتحاد الاوروبي علم ما يسمى بالقوس قزح في اليوم العالمي لمناهضة الارهاب ضد مثيلي الجنس والمتحولين الجنسيين والذين يسمونهم الشواذ تقاطعات كثيرة في هذا الموضوع اراء كثيرة في هذا الموضوع من هنا وهناك تحول الموضوع الى قضية رأي عام البعض يذهب على انه نحن دولة اسلامية محافظة ويجب ان يكون هناك احترام للسفارات وهي تعمل على اراضينا الاخرين ذهبوا الى ان هذه الدولة وتلك الدولة لديها رعاية ولديها ناس وفي مجتمعاتها موجودة مثل هذه التصرفات حتى نقطع الجدل هنا وهناك اه التقي بالسيد احمد الصحاف المتحدث الرسمي للخارجية العراقية السلام عليكم استاذ احمد عليكم السلام مرحبا بك انا اشكرك يعني لاهمية الموضوع ولاستبيان الموقف الرسمي للحكومة وللخارجية العراقية بعد ان اثير جدلا كثيرا اليوم حول قضية بعثة الاتحاد الاوروبي التي رفعت هذا العلم لليوم العالمي في كل العالم هذا موجود اليوم لمناهضة العنف ضد الشواذ والمتحولين جنسيا ما هو الموقف حتى هذه اللحظة تحية وتقدير لكم وستاذ نجيم ومن خلال منصتكم الإعلامية المخترمة الى كل جمهوركم العزيز بالحقيقة وزارة الخارجية العراقية تابعت ومنذ الساعة الأولى لخبر رفع بحث الاتحاد الأوروبي لبغداد علم الشواذ والمثليين على مدنها كما قامت بذلك أيضا سفارة المملكة المتحدة بريطانيا وكذلك السفارة الكندية وبعض السفارات المقيمة لدى بغداد وزارة الخارجية العراقية كما تعلمون تنسق مواقفها مع السفارات والبأت وتيسر عملها من جهة بالإبتناد إلى اتفاقية دينا لتنظيم العلاقات نعم لكن بالوقت ذاته ونفسه أيضا تنظر بعين بالغة الاحترام والتقدير لأبناء شعبنا العزيز كما أن الوزارة كمؤسسة دولة سيادية تحكس أخلاقيات المجتمع العراقي وقيمه البيان الذي خدر عن وزارة الخارجية العراقية عبرنا بموجبه عن شجب وزارة الخارجية لقيام بعثة الانتحاد الأوروبي وبحثات أجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثلية في مقراتها لما يمثله من مساس بالمبادئ والقيم الأخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة فضلا عن تنافي هذا العمل مع القيم والأخلاق والأعراف الاجتماعية لبلدنا العزيز واستفزازه للمشاعر والمعاني الدينية المقدمة هذا الأمر بالحقيقة ومن خلاله نذكر كافة البعثات العاملة في العراق في لزوم التقيد بالقوانين المرعية في البلاد ورحاية الأعراف الدبلوماسية والقيم السائدة في المجتمع العراقي وتأكيد مبادئ الالتزام التي وردت في مواد اتفاقية بيانا لتنظيم العلاقات بين الدول طيب ماذا يترتب على هذا الذي أنتم الآن تشجبونه وتعتبرونه إخلال باحترام القيم والعادات والتقاليد يعني هل تم استدعاء السفراء أم أنكم اكتفيتم فقط بالبيان أستاذ نجم عمليا العمل الذي تم اليوم هو بالحقيقة خرق للقواعد الأخلاقية التي يعني يرعاها المجتمع العراقي ويستمج في كل أصله ومتبنياته إليها نحن بوزارة الخارجية العراقية إذ نشجب هذا العمل هذا لا يعني أن الوزارة تتوقف عند هذا الحج وبالتأكيد الكنسيق مستمر مع هذه البعثات من جهة التعريف بضرورة الالتزام وبأعلى مستوى باحترام قيم ومبادئنا الشعب العراقي ولفت النظر مجددا إلى المواد الواردة في اتفاقية بينا لتنظيم العلاقات بين الدول لا سيما في المادة 21 من الاستفاقية والتي تنص على أن البعثات المقيمة في البلد المضيف تلتزم برفع علم دولتها وإذا ما أرادت أن ترفع علم آخر فبالتشاور مع وزارة الخارجية في البلد المضيف إضافة إلى أن المادة 41 من اتفاقية بينا لتنظيم العلاقات تنص على ضرورة أن تحترم البعثات الجبلوماتية المقيمة في البلد المضيف القوانين المرعية في هذا البلد وأذكر أن البعثات الدبلوماتية في أولى أولوياتها أنها تنتهج مبدأ تقويم العلاقات وإشادتها بما يصب بصالح الشعبين أيا كانت تسميتهما البلد المضيف وما يقابله في البلد الآخر هذا العمل الذي قامت به بعض السفارات والبعثات اليوم لا يأتي بهذا السياق يعني هنا أنتم لا أنتم تستنكرون تججبون لا يأتي ضمن هذا السياق لكن إذا ما أردنا أن نقرأ أنا وأنت أفون هذه العبارة لم أسمعها أفون يعني أنا أقول أنتم من حقكم أن تستنكروا تججبوا تقبلوا ترفضوا لكن إذا أردنا أن نقرأ من خلالك أو من خلال الموقف ما هي الرسالة التي أرادها يعني بعثة الاتحاد الأوروبي من رفع علم في سفارتهم وفي هذا التوقيت وهي أول مرة تحصل في العراق في حين يعني أعتقد هذا حتى ما حصل في دول عربية أخرى إذا أردتم أو إذا ما أردتم أن تقرأوا هذه الرسالة ماذا تعني إذا ما فككتموها إذا كانت فيها شفرات إذا صح التعبير أحترام عادة ما تنحو البعثات الدبلوماسية المقيمة في البلدان المضيفة إلى أن ترسل الرسائل وتشيد المواقف من أجل أن تعزز نمط العلاقات الدبلوماسية وتؤكد قاعدة المصالح المشتركة وتعمل على بناء فضاء متصل متوازن بين البلدان الرسائل التي بعثها هذا الموقف اليوم من خلال ما قامت به بعض البعثات الدبلوماسية هذه الرسائل بالحقيقة لن تأتي لصالحي يعني نهجي نريد أن نكرسه على أساس من التوازن والاعتدال والاحترام واعتماد مبدأ الخصوصية لبلدنا والتي نستند فيها إلى الدستور والقوانين العراقية النافذة نحن نذكر البعثات الدبلوماسية كافة المقيمة في العراق أن احترام سيادة العراق هي أيضا لا تتجزأ عن قيمه الأخلاقية ومضامينه الاجتماعية التي يرعاها المجتمع ويرقبها ويؤكدها يوميا من خلال قواه الفاعلة ومؤسساته الاجتماعية وسلوكه اليومي المجتمع العراقي مجتمع عريق ومجتمع عتيد يتحلى بالكثير من الصفات والشمائل مؤسسات الدولة العراقية هي بالتالي تحكس هذه الأخلاقيات للمجتمع العراقي نحن اليوم إذ نسجب هذا العمل ونؤكد على ضرورة التزام البعثات بمبدأ احترام الأخلاقيات والنوامي ماذا كان رد السفارات يا أستاذ أحمد بعد بيانكم وهل أجريت معهم اتصالات هاتفية حتى هذه اللحظة ماذا كان ردت فعلهم أكيد وزارة الخارجية العراقية نحك باتجاه التنسيق مع هذه البعثات بيان أن هذه المواقف لأن تنتقل بخالح العلاقات وأن الحالة العامة الآن التي تنتشر في وسائل الإعلام في السوشيال ميديا في التعبير عن القوى السياسية والاجتماعية هي كلها تؤشر لحالة استياء وبالتالي وزارة الخارجية العراقية تلفت نظر كل البحثات المقيمة لا فيما التي اختصت برفع هذا العالم المرفوض الغير المحمود المتقاطع مع القيم للبنية الأخلاقية للمجتمع العراقي عمل كهذا لن يأتي لصالح هذه العلاقات ولن يؤكد مضامين مستقرة وأكدنا عليهم ضرورة الالتزام بقيم وأخلاقيات المجتمع العراقي كما أكدنا في الوقت ذاته أن وزارة الخارجية العراقية ملتزمة باتفاقية في أن لتنظيم العلاقات بين الدول في تيسير عمل البعثات الدبلوماسية ودعمها والتواصل والتنسيق معها لكن على أساس من وعي خصوصية الدستور العراقي والقوانين العراقية الموجبة هل ستكتفي الخارجية والحكومة العراقية بالبيان وإلفات نظر هذه السفارات أم أنها ستطالب هذه السفارات بتقديم اعتذار رسمي للشعب العراقي مثل ما أنت تقول أنه هذا قد جاء مساسا بالسيادة العراقية أساسا بأخلاقيات وأعراف وقيم المجتمع العراقي وسبق لسفارة المملكة المتحدة بريطانيا في بغداد أن نشرت تغريدة بوقت سبق أشارت في تغريدتها إلى أن الحكومة العراقية أي السفارة والكلام هنا للسفارة عبر حسابها الرسمي بوقت مضى أنها ترحب بإجراءات الحكومة العراقية بما يتعلق بالحرية الجنسية وآن ذاك قامت وزارة الخارجية وعلى الفور بالاتفال بسفارة المملكة المتحدة في بغداد وطلبنا منهم الدليل على كلامهم أنهم قالوا في تغريدتهم أنهم يرحبون بإجراءات الحكومة العراقية قلنا لهم أين هي هذه الإجراءات التي تقولون عنها الحكومة العراقية لم يصدر عنها أي شيء بهذا الصدد وهي لا ترحب إلا بما يحكس قيم وأخلاقيات المجتمع العراقي وهي لا تنحو بأي اتجاه يخالف ذلك كانت هذه التغريدة لسفارة المملكة المتحدة في بغداد جاءت في فئاق متصل لتغريدة إحدى منظمات المجتمع المدني في كردستان العراق والتي أكلت بمضمونها أنها تعزز أو تركز على مبدأ الحرية الجنسية ونستقنا مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة المنظمات غير الحكومية آنذاك أصدرت بيانا أوضحت فيه أن المنظمة هذه غير مسجلة وقالت نحن لا نعترف ولا نقر بأي سلوك يتعارض لقيم المجتمع العراقي نستقنا مع الجانب البريطاني في فينها وتم رفع التغريدة والاعتذار اليوم وزارة الخارجية العراقية اذ تزجب هي تلفت عناية جميع السفارات والبعثات المقيمة بضرورة الالتزام باتفاقية فينة لتنظيم العلاقات ورعاية القيم والأخلاق والأعراف للبلد المضيط وهو العراق وأن وزارة الخارجية العراقية هي انعكاس لقيم وأخلاقيات وأعراف المجتمع العراقي يعني الأمر لم يبدو أو ألا يبدو لك أنه لم يصدر منفراغ كانت هناك تغريدة واليوم استغلال ليوم هم يحتفلون به أيضا مارسوه في العراق هنا يقود إلى سؤال وأنتم الأقرب والأكثر معرفة بهذا الموضوع هل فعلا هذه الحالة الشواذ والمتحولين تحولوا إلى ظاهرة في العراق هل هم أعداد وبالتالي هذه الدول تريد رعايتهم تطالب بحقوق لهم الفات نظر الحكومة والشعب أن هذه الحالة قد ترسخت لو أكو موضوع آخر نحن نجهله بمكاشفة صريحة أستاذ نجم المحترم أنت حضرتك الآن تتحدث مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أنا صحيح اختصاصي البحثي أنا دكتورات سوسيولوجيس علم الاجتماع لكن لا أريد أن أنحو منحا تحليليا لهذه الظاهرة في إطار الوصف والتحليل على مستوى المجتمع العراقي لكن أنا أرتكن في كلامي إلى وجهة النظر الرسمية التي تعرض أن مواقف كهذه وسلوكات كهذه لا تنموا عن أفالة وأخلاقيات وأعراف المجتمع العراقي فضلا عن تنافيها مع قيم وتعاليم الأديان السماوية المجتمع العراقي مجتمع في غالبيته مجتمع إيماني يؤمن بالأديان والأديان فيه متعددة والإسلام هو مصدر التشريع نعم أو الإسلام مصدر التشريع في الدستور العراقي الأسلام هو مصدر التشريع نص على ذلك الدستور العراقي وخلاصة القول أن المجتمع العراقي مجتمع تتعدد فيه الأديان ربما الدين الإسلامي هو الدين الأكثر شيوعا وانتشارا في صفوف أبناء شعبنا العزيز لكن الحالة العامة للبنية الأسلاقية للمجتمع العراقي ترفض قيما كهذه وسلوكات كهذه ومؤسسات الدولة العراقية هي انعكاس لهذه القيم التي ترفض هذه المبادئ وهذه السلوكات وهذا التعاطي أكرر نحن في بيان وزارة الخارجية العراقية شجبنا هذا الفعل ومستقنا مع هذه السفارات والبعثات المقيمة وأوضحنا لهم ضرورة الالتزام وعدم تكرار كل ما من شأنه أن يعد استفزازا لأخلاقيات ومشاعر ووجدان أبناء شعبنا العزيز ولا تزال وزارة الخارجية العراقية تتابع وأؤكد أننا انعكاس لأخلاقيات مجتمعنا العزيز وقيمه ومبادئه الأستاذ الدكتور أحمد الصحاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية تقبل تحياتي وشكرا على هذا الاتصال مشاهدين الكرام كثير من المواقف يعني نحن نقف معكم لنقدمها من خلال المشؤولين عن الذي يجري ما يجري في العراق هناك مفارقات كبيرة ما الذي حصل في البنية الاجتماعية وهذا التداعي الذي يحصل هنا ويحصل هناك في أغلب الأحيان يعني عدنا بالعراق دائما أن ناقش الأمور من حيث النتائج ومناقشة الأمور من حيث النتائج لا يعطيك تفسيرا حقيقيا لأصل الظاهرة ولماذا حصلت لأنه النقاش والمعرفة يجب أن تبدأ من المسببات الحقيقية للتحولات التي تحصل ما عهدنا في حياتنا ظواهر الانتحار أن تحصل داخل المجتمع العراقي إلى الحد الذي كنتم في أوج هذه الظاهرة كنتم تلاحظون قاموا يخلون شرك على الجسور ودوريات لأنه ظواهر الانتحار صارت عالية شبير شاب وليد بنية صغير صارت كلش عالية العنف العسري هذا اللي ذاك اليوم في كربلاء حرق مرته وكتلها هذا اللي رمى الطفلة بنته يعني حياته لأن أمها مطلقة رماها من السطح ذاك اليوم كتلة أمها من أجل عاشيقها ومارده كرر هاي الظواهر اللي تحصل بالمجتمع العراقي الآن يجب أن نفهم من يقف وراءها ليش حصلت مايرادل هي ما نجهد أنفسنا بالبحث هو السبب هذا الفساد الذي استشرى في البلد بطريقة مفضوحة تجاوز كل القيم ولما أحكي عن الفساد أتحدث عن الفاسدون ومافيات الفساد التي أرهقت هذا المجتمع إلى هذا الحد ولذلك الفاسدون في العراق هم الذي أدوا وهم الذي كانوا وما زالوا يتحملون هذه المسؤولية وهم الشواذ الحقيقيون في هذه المرحلة ولإسقاطات السياسة ولإسقاطات الفساد هذا الذي يحصل اليوم في العراق أنا ما أعدي مشكلة مع الحريات أنا مع مبدأ الحريات وأن تمارس تقوسك وحريتك بالقدر الذي لا يلحق الضرر بالآخر ما عندنا مشكلة بس مشكلتنا الحقيقية هذا الانهيار والتداعي اللي سببت منظومات الفساد الذين هم أشد فتكا وأشد قسوة وأشد ظلما وأشد جورا لما حصل بالمجتمع العراقي وللمفهوم الحرية لماذا قتل سبعمائة شهيد في التظاهرات عندما كانوا يمارسون حرياتهم ويطالبون بحقوقهم والقتلات ما زالوا يمارسون حريتهم مثل ما يحللهم ويمارسون دورهم وقتلوا بدم بارد لأننا تأخرنا في الحساب لسنا نحن لأن المسؤولين تأخروا في الحساب آلة النتائج لهذه المستويات ووصل المجتمع لهذا المستوى وعندما نتحدث نحن نتحدث إلى الشرفاء الموجودين بأن أحذروا هذا الذي يحصل وهذه هي التداعيات التي وصلنا إليها والتي كنا نحذر منها فلذلك إذا لم يقضى على بؤر الفساد الحقيقية اللي أنا قائلها بالليل تبوه والصبح تطلع ويا لي دورون وتطلع بوسائل الإعلام تنظر وتتفلسف وهي الأساس في كل ما جرى مشاهد الكرام أعود مرة أخرى إلى بغداد يرافقني ضيفا عزيزا من هناك السيد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الأستاذ جاسم العطية الله بالخير سيادة الوكيل أنا أشكرك سيادة الوكيل أيضا مشاهدين الكرام الآن يرافقنا الأستاذ جاسم العطية مثل ما وعدتكم أنه نحن نحاول أن نحل من خلاله قضايا أهنة النازحين والمهجرين اللي يطلبون والمطلوبين هذه فات قضية كل الصعبة والرجل أنا بداية الحديث أشكره لأنه لب الدعوة كان ضيف معي في الفترات السابقة وأنا أشكرك كلك طيب استاذ جاسم ولنبدأ من حيث ما انتهينا بالعكس أنا ممنون منك ما انتهينا منه في التساؤل في الحلقات السابقة وسلفة المليون ونوص المتأخرة على الأخوة المهجرين كنت قد وعدتنا بأنها ستحل وقريبا ما هي آخر الأخبار لنزف البشرة إليهم شكرا أخي العزيز أستاذ نجيم وشكرا لقناة تغيير الصوت الصوت الحق والرافد الرئيسي لنقل بعض معاناة الناس اللي ممكن من خلال هذه القناة أن نصل إلى حلول أو نصل إلى هذه المشاكل التي من الممكن أن لا نستطيع الوصول إليها بكوادرنا وبخططنا الموجودة منحة المليون أستاذ نجيم هي منحة للعائدين يعني للشخص النازح العائد المسجل عائد طبعا هذه التوزع حسب الأسبقية أنه اليوم الآلية أنه اليوم الشخص اللي يرجع مسجل بتاريخ معين هو إلى الأسبقية اليوم مثال أنطيك يعني ودة شكاوي عدة من عدة أغضية مثل قضاء الشرقات بالمنحة السابقة ما حصل أربع أسماء اليوم من رجعنا إلى الأوليات وقاعدة البيانات لقينا أنه الحد الآن تقريبا 700 معاملة هي قيد التدقيق ما محسومة في فراء صلاح الدين اليوم الرفعة في قضاء في ديالة في المقدادية نفس الحالة أيضا موجودة الأسماء لأن العالم في الفترة السابقة ما كانت تذهب إلى تسجيل العودة يعني عندما رجعت من النزوح تتأمل مثلا منحة المساعدات اللي وردت على بطاقة الكيكارت تستمر هذا القرار قرار منحة العودة طبعا باللي أصدر السيد الوزير السابق الأستاذ نوفل ومن موازنة الوزارة يعني من خطة الوزارة إحنا الأموال اللي كانت مقرة للجنة العلية اللي إحنا نجتهد ونسحب من عدها وزعت على المحافظات ما بقعدنا رصيدنا صفر هذه من موازنة الوزارة بدينا خصصنا مبلغ المحافظة تقريبا ما يطلع لأكثر من 400 أسم بالوقت الحاضر يعني لحد الآن إحنا ما لدينا أقرار موازنة إشقد أن تعدكم الآن يا أستاذ جاسم على هذا التوصيف منحة العودة إشقد عدكم أسماء وإشقد يحتاجكم مبلغ وإشقد عدكم وشلون راح تغطونه إحنا مبدئيا الآن نعمل بقانون الواحد على 12 الآن ما أعدت ما قررت الموازنة يعني ما من ما نسموحنا نتجاوز مبلغ الواحد على 12 في السنة السابقة زي الأرقام المسجلة الأرقام المسجلة للنازحين تجاوزت 680 ألف عائلة هذولك نازحين الأرقام العائدين تجاوزت 380 ألف 390 ألف يعني متفاوت الأرقام وتتحدث يوميا بالنسبة للعائدين أنت أحسب يعني إذا رادت كل العوائل ترجع 700 ألف عائلة وتحتاج إلى المليون ونص تحتاج بقربة تريليون دينار بتغطية هذا الرقام ولكن إحنا عدنا اليوم أعداد يعني تقريبا أكثر من 200 ألف عائلة موزعين ما بين المخيمات ومدن إقليم كردستان والمحافظات الجنوبية هؤلاء لحد الآن هم بأعداد النازحين بقاعدة بيانات الوزارة فأذول نتعامل معهم على أنهم نازحين لحد الآن غير مشمولين بمنحة العودة الآن منحة العودة مثل ما قلت لك أنا أحذ المواطنين النازحين اللي عادوا إلى مناطقهم عبر قناتكم وقرة أن يسجلون عودة في فروع الوزارة اللي موجودة في المحافظات هذا يسهل عملية حصوله على المنحة لا يمكن أن يستلم المواطن أو العائلة التي كانت نازحة منحة المليون ونصف ما لم يسجل العودة زينا السؤال الآن العوائل التي سجلت العودة واستكملت معاملاتها ويجدكم إلى ديوان الوزارة بعدش قدوا يأخذون ما ممكن توزيعها مرة وحدة يعني المحافظة ما تتجاوز الأربعمائة اسم يعني أربعمائة اسم لكل محافظة باستثناء نينوة يعني كون نسبة سكانية أكبر تصل إلى ستمائة وخمسين أو سبعمائة اسم باقي المحافظات الستة أربعمائة إلى أربعمائة وخمسين وتوزع اليوم يعني وجهنا قرار توزع على جميع الأقضية بالتساوي يعني نسبة وتناسب على الأعداد السكانية للأقضية يعني أن تعدكم لا أن توزع في مرة واحدة على جميع النازحين لا أنتو باليوم إش قدت قدروا توزعون أربعمائة عائلة في كل محافظة من المحافظات الستة أحنا لو توفرت الأموال نقدر نوزع أربعة تالاف نقدر نوزع عشر تالاف لا هو أنا أتحدث بحدود إمكانياتكم الآن ولم تقر الموازنة حتى أستاذ النجم ما دام لم تقر الموازنة لا نستطيع أن نذهب إلا للعمل بقانون الواحد على أفناعش ما ممكن أن نتعامل ما ممكن أن نشتهد أكثر ما صرفت بالسنة السابقة الطبقة واحد على أفناعش بالسنة الحالية إلى حين قرار الموازنة ممكن نوفر مبالغ أكثر من الموازنة لكون العداد النازحين الحمد لله هذه السنة عداد كبيرة تم عادتها إلى مدنها يعني تقريبا بحدود مئتين ألف سجلت وزارة الهجرة عوائل عائدة إلى مناطق سكناها فبالتالي ممكن يتوفر عدنا مبالغ نحولها إلى منحة العودة خصوصا أنه الوزارة يعني الخطة لموضوعة تقريبا إلى شهر عشرة معه دعش ماشي ننتظر الموازنة ننتظر الموازنة ننتظر الموازنة وعدنا حكومة جديدة وفي البرنامج الحكومي لسيد الكاظمي أدرج هذه الفقرة ضمن منهاجه الحكومي الآن بماذا وعدكم السيد الكاظمي بخصوص العوائل المهجرة وإعادتهم هل ستتضمن بالموازنة هل ستتضمن خارج إطار الموازنة أنه هناك إجراءات أخرى ممكن أن تكون أكثر فعالية من الإجراءات التي اتخذت في الحكومات السابقة يعني مبدئيا جميع الكوادر التنفيذية خلينا نقول وفي جميع القطاعات الحكومية سواء كانت وزارة الهجرة أو الوزارات الأخرى متفائلة تفائل عالي جدا بحكومة السيد نعم الكاظمي وأنا واثق إن شاء الله سيشهد هذا العام غلق مخيمات في محافظات بالكامل وهذه الخطة سنبدأ بها إن شاء الله بعد العيد مباشرة سنبدأ في محافظة صلاح الدين ثم الأنبار بالتنسيق مع الإدارات المحلية لغلق مخيمات بالكامل يعني عودت بعض العوائل حتى وأن كانت لديهم مشاكل أمنية إلى مناطق أخرى إن كانوا هذه العوائل يعني هؤلاء الأفراد من العائلة هم أبرياء لم تتلطخ أيديهم لم يكونوا منتمين إلى عصابات داعش لديهم مشاكل بسبب ثرد من أفراد العائلة منتمي ناقشنا هذا الموضوع مع السادة المحافظين متجاوبين جدا بمساعدتنا كوزارة لحل هذه العزمة دعم السيد الكاظمي مسبقا لموضوع النازحين في الاجتماعات التي كنا نشترك بها في مجلس الامن الوطني وبعض الاجتماعات الأخرى وبعض الأمور الأخرى التي حتى للنازحين من خارج العراق دعم لا محدود وهو من الأشخاص الذين أعتقد يضع هذا الملف بأولوياته وإن شاء الله سنكون أيضا عد حسن ظن الحكومة الحالية بتنفيذ ما وعد السيد الرئيسي الوزراء في البرنامج الحكومي نعم أستاذ جاسم وعلى الشعب العراق يا شباب فتحونا اتصالات مع الناس وخلونا أرقام الهواتف خليني استغل وجود أستاذ جاسم أنا أتوقف عد قضية أنه إحنا الآن أو أنتم الآن بصدد إغلاق رقم قلته عن المخيمات عملية ما الذي أخر حتى هذه اللحظة إغلاق هذه المخيمات هل المواطن هو لا يريد أن يعود إلى ديرته الموافقات الأمنية الحاجة المالية شنو اللي يأخر غلق هذه المخيمات وإحنا صارنا نسدين من انتهينا من عمليات التحرير يعني ساد نجم كل محافظة وكل منطقة إلها إلها مشكلة تختلف عن المنطقة الأخرى يعني في صلاح الدين الموضوع يختلف عن جنوب بغداد نعم في جنوب بغداد الموضوع يختلف عن شمال نينوة يعني كل منطقة إلها مشاكل خاصة في لنبار تختلف عن صلاح الدين شنو اللي يأخر هاي المشاكل شنو اللي يتأخر الغلق في صلاح الدين أبرز هذه المشاكل أكبر سبب أكبر سبب أو السبب اللي هو الرئيسي تقريبا والعام في عموم المحافظات هي عوائل التي عوائل نسميهم ذوي دواعش العوائل اللي كانوا آباءهم أو أخوانهم أو من يعني من العائلة فرد من أفراد العائلة مع داعش هذا السبب هذا اليوم طبعا بالقانون احنا ما نقدر نحاسب هذه العائلة ولا بالعراف السماوية أيضا يسمحها أن يحاسبون إن كانوا أبرياء يبقى العرف الاجتماعي هذا لحد الآن مؤثر على هذا الموضوع بعدم عودتهم إلى مناطق سكناهم الآن بصراحة الأزمة بدأت تتفكك بعض الشيء كان الممكن اليوم اللي عنده مشكلة في مركز الفلوجة مثلا ويعني المنطقة تعرف أنه هو بريء من ابن الإرهابي أكو سماح إلا في مكان آخر وفي أطراف المدينة علما أنه يعني تم نقاش هذا الموضوع مناقشة هذا الموضوع مع سيد رئيس مجلس النواب وكانت عنده وجهة نظر قبل يومين أنه يكونوا قريبين ضمن الدائرة الأمنية الواحدة للمنطقة حتى يتابعون تعرف الفترة أستاذ نجم من الفين واربعة عشر واليوم احنا الفين وعشرين يعني الطفل اللي كان عمره تسع سنوات اليوم أصبح عمره خمسة عشر سنة فبالتالي اليوم إذا كان رابع على وعي معين خطير جدا يحتاج إلى متابعة يحتاج إلى توعية يحتاج إلى تثقيف حقيقي وأني بصراحة خلال تجربتي بهذه المرحلة لاحظت أنه الاندماج بالمجتمع هو الحل الأفضل للأبرياء سواء كانوا الأطفال والنساء إعادتهم إلى المجتمع مهي هذه عملية الاندماج التي تتحدث عنها يا أستاذ جاسم يعني لا أنت تستطيع أن تغضى النظر عن دم الضحية ولا يستطيع ذو الجاني من التعايش بالمجتمع وأن يحميه القانون وبالتالي عملية الاندماج بالمجتمع تحتاج منكم ومن مجلس النواب إلى أصدار قرارات تلزم الجميع بعملية التعايش وفق ما يحقق العدالة والإنصاف للجميع يعني هو القانون واضح أستاذ نجم القانون واضح أنه البريء بريء والبريء لا يأخذ بجريرة المجرم يعني هذه قضية واضحة ولكن اليوم مثل ما ذكرت جنابك أنه القلق على هؤلاء العوائل هو من الناس المتضررين اللي فاقدين أبنائهم اللي فاقدين ذويهم هذا اللي لهم حق أيضا يعني عوائل الشهداء لهم حق أنه يعني يأخذ برأيهم أو يعني يكون احترام لمشاعرهم وبالتالي اليوم هو العملية قلت لك اليوم الجديد بدأ يذوب بعض الشيء في عدة مناطق يعني بدأت أكون نماذج مثلا منطقة في صلاح الدين كانت هناك مشكلة بين منطقة ناحية العلم غضاء العلم ومنطقة البوعجيل تم تسويتها وتم التبرأ من جميع الارهابيين في المنطقة وتم عادة منطقة البوعجيل بأسرع وقت والآن تعيش حياة آمنة وهم واقفين يحملون السلاح باتلون سياة الوكيل عن مناطقهم خليني هذا أول مع القوات الأمنية مع أبناء عمومتهم من العشائر الأخرى كذلك هذا الموضع في الأنبار وفي الموصل موجود أما القانون هو القانون موجود أنه إحنا ما نقدر منذ ما ذكرت لكن نحاسب هذه العائلة اللي ابنهم كان إرهابي وأني مع عدم محاسبتهم في حال تبوت أنهم لم يكونوا مجرورين لأن مجتمعنا أستاذ نجيم مجتمع عشائري المرأة والأطفال يتبعون الرجل يعني ما أعتقد أنه رجل وهناك بعض النساء يعني نخرطا في مجال داعش نعم ومثبت ولكن الأغلبية العائلة تتبع الرجل يعني ما رح يشور المرأة ويقولها أنا رح أروح أنتمي وشي تقولي المستحيل هذا الشيء ما وارد زينا أستاذ جاسب خليني أخذ هذا الاتصال خليني أستثمر وجودك وياي اتصال من عمان السيدة أمم محمد أمم محمد أهلا وسهلا حيون يا حياتي الله يا أمم محمد تفضلي أنا بعمان ساكني وقال لي أربعة شهور أنا من نزلت البغداد على مدى البطاقة الماستر كارب صلحت لي وكل ما أريد أروح أستلم راتبي صوني رفض وين أنت استلمي الراتبي السلم راتبي البطاقة ما في مات الماستر كارب كل ما يقولون لي ما مصحلة أروح أفحل أنت متقاعدة يعني هي متقاعدة أروح أفحل أمي هذا إحنا الآن مدى ناقش قضية التقاعد أنا دا ناقش قضية المهجرين الآن يا أمم محمد مدى حصلك أبوي أنت الله يرضى عليك ماشي يا مع هذا أستاذ نجم مع هذا بما أنه هي مواطنة عراقية بما أنه مواطنة عراقية هل يشو محمد يعني نقدر نقدم لها مساعدة بما أنه هي بعمان تقدر يعني تترك أي معلومات عند الستوديو وإحنا نتابع لها هنا في وزارة العمل أنت الآن في بغداد يا أمم محمد لا والله بعمان آني بعمان أنت للشباب أنت للشباب التفاصيل والأستاذ جاسم تعهد لك أنه ممكن يعاوني نزيل التفاصيل على تليفوني يا أمم محمد أستاذ جاسم يعني دائما عندما تتبدل حكومة وتأتي أخرى نسمع الكثير يشتكون من الحكومات التي سبقتها يعني ما هو وضعكم في الحكومة السابقة أنا أعرف أنت كنت تتصادم مع كثيرين فخليني أسمع من ذن مالاتك اللي صاراً أيام الوزارة السابقة وما كان يحدث بها من شبهات وتلاعب وفساد لا بالعكس سيد نجم يعني بصراحة أنه السيد الوزير السابق الرجل وضع خطة خطة إيجابية ونجحة الحمد لله ونسبة العودة في هذا في سنة 2019 اللي كان يترأس الوزارة الأستاذ نوفل هي أعلى نسبة سجلت في وزارة الهجر والمهجرين يعني والخطة الغذائية اللي موجودة الآن في المخازن أيضاً مثل ما ذكرت لك أيضاً كانت بشراف السيد الوزير السابق الأخ نوفل خطة موثوق بها أنا مأمن النازحين إلى شهر 11 وين كانت مشكلتكم أستاذ جاسم؟ يعني مشكلتكم الحقيقية كانت في الوزارة لماذا كانت مشاكل سياسية خارجية خارج عمل الوزارة يعني مجوز ممكن عندي بعض المشاكل ولكن اليوم أنت ذكرت أنه الحكومة تتغير بصراحة أنا واثق جداً حكومة الكاظمي إن شاء الله ستنهض بالعراق إلى بر الأمان مئة بالمئة ستكون هناك بوادر خير استبشارات من الشعب استبشارات على مستوى الموظفين في الوزارات أنا قلت لك إياها بلقاءات مستمرة وأنت تعرف أنني غير منقطع عن الناس يعني أتواصل مع الجميع اليوم أكو بشرة خير أمام أنظار المواطن العراقي بتولي السيد الكاظمي رئاسي الوزراء إلى هذه المرحلة وخصوصاً للمرحلة مرحلة حرجة سيكون فيها إصلاحات حقيقية ستكون بها تقديم بعض الأمور اللي بصراحة نتمناها يضرب الفاسدين ضرب بعض المافيات الفساد يعني نتكلم عن الفاسدين وعن المتهمين بالفساد وعن المافيات لم تذكر نهائياً البلد بصراحة يحتاج إلى نهضة من قبل الكل حكومة وشعباً وإعلام والكل يجب أن يتعاون مع الحكومة الحالية وأن لا ننظر فقط إلى السلبيات ونشخصها بل أيضاً ننظر إلى الجانب الإيجابي إن شاء الله جانب الإيجابي أنا أتوقع خلال الأيام القادمة سيظهر جانب مفرح جداً بجميع القطاعات الحكومية إن شاء الله يدينا على يديكم لكن أنا أريد أن أسألك يعني في الخلافات التي حصلت ما بين المركز وما بين الأقليم الحكومة تطلب 128 مليار قالت أنهم مسددونه الولد بالأقليم سوى وقائمة قالوا لا إحنا نطلب 360 مليار أسد أنهم والحكومة يطالبون ما أنا شغلة ما عايزين طلاعيب لكن ظهر أكو رقم يقولون إحنا صرفنا على المهجرين 7 مليار دولار والأخوة بالأقليم يردونها هذا الرقم حقيقي هذا الرقم يجب أن يدفع تمت استشارتكم بهذا الرقم عدتكم اطلاع عليه زيان هما كانوا خارج الحدود العراقية كيف سيتم التعامل مع هكذا طلب سيد نجم أولا حكومة الإقليم لها موقف إنساني متميز في موضوع استقبال النازحي نعم في محافظات أقليم كردستان طيب لا ينكر أبدا وخصوصا تصريحات الرئيس مسعود الفرنزاني أنا ذاك عندما كان يقول يعني التجاوز على عربي عندما كان عندما فتح الأبواب على مصرعي أنا أنا ذاك أنا كنت نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وكنت متواجد في السيطرة يوميا تدخل يعني أرقام عشرات الآلاف من الأشخاص يدخلون إلى الأقليل أنا شفيتها بعين أنا توليت عملي في الوزارة أنا شفيتها وحشيتها كل ما أنجز من مخيمات في الإقليم تم تمويلها من الحكومة المركزية هذه أرقام موجودة ومثبتة عدنا تم تمويلها من اللجنة العليا إلى محافظات الإقليم بما يتعلق بإنشاء المخيمات في عموم الإقليم سواء أربيل أو سليمانية أو بما يتعلق بتوزيع المساعدات الغذائية مخازنة أصلا مخازنة المركزية هي في الإقليم يعني الإقليم يشارك مؤسسة البرازاني لها دور مميز جدا لا يوصف بصراحة أنا مو مجامل ولا متملق لهذا الموضوع ولكن الحق يذكر كانت أيام عندنا مشاكل بالنقل كانت عندنا أيام مشاكل بقطع الطرقات تتبنى مؤسسة البرازاني التوزيع تتبنى دعم العوائل أكيد صرفه يعني من المنطق أنه ما صرفه أكيد صرفه ولكن هذا الرقم أنا ما أدري بي لأننا ندفع الوقود وندفع حتى بعض التخصيصات التي تتعلق في إدارة المخيمات من اللجنة العليا وإنشاء المخيمات يعني ممولة لمحافظات أربيل وسليمانية ودهوك بمبالغ كبيرة جدا وحتى بإدارة المخيمات يعني أكبر ذالك خاصة تصرف إلى محافظة المحافظة لإدارة المخيمات وهذه الأرقام موجودة عندي وأقدر أزودكم بها كأعلام أما الإقليم يبقى متفضل وإن كان تمام الآن الآن الصورة وافحة عدي تساليين أستاذ جاسم ولكن يختلف الموضوع عندما يسد باب على النازحين في منطقة معينة ويفتح باب علينا أن نشكر من فتح ذاك الباب أنا ذاك من عدك اتصال يا عمر باقي عدي دقيقتين كل واحد محمد بن الموصل على السريع يا محمد انتهى الوقت يو الله تفضل محمد مرحبا سيد نجيل حيالله محمد مرحبا سيد نجيل أسمعك عيني تفضل سيد نجيل مرحبا سيد نجيل أسمعك عيني تفضل محمد قلق يلا حابط يلا استفاد من الوقت يا محمد قللي استاد جاسم يسمعك نص التلفزيون يا اخي نص التلفزيون مليونين موصلين مليونين موصلين مليونين مص استاد جاسم هذا استاء الأخ خبرني أكثر المرة هاي شنو موضوع المثبتين المليونين ونص اخذ رقم عمار حتى ادزي والاستاد جاسم يتصل بك بعد البرنامج آخر اتصال كاظم من بغداد فاضل فاضل نعم نعم يلا يا فاضل بدقيقة أقل من دقيقة باقيني دقيقة استاد جم رمضان كريم عليك علينا وعليكم بالتوفيق إن شاء الله استاد جم أنا من المبصولين السياسيين بالقانون ٢٤٤٥ اخذ الكتاب من وقت الهجر المهجرين مهجر قصرا اي جماعة من اللجنة التحقق ما احترفو بي اي بالأمانة العامة ما احترفو بي ما احترفو بي يعني القانون هو ده يحتي مصالحي القانون ده يحتي مصالحي ترك الوظيفة بسبب الضراري اصبع اجابة استاد جاسم يا اخ فاضل نؤيد لك انك كنت مهجرا قصرا او غير قصرا حسب الاوليات اللي موجودة عندك لجنة التحقق مجرد تجلس في وزارة الهجرة سيد القاضي احضر في وزارة الهجرة اما مو موظفي يعني هم مو ادارتنا ادارة الوزارة يعني القناعة للسيد القاضي الذي يطلع على اوراقك بصراحة احنا نمطيك عندما تقدم الاوراق الثبوتية لهجرتك خارج العراق انا ذاك تكون هجرة سواء كانت قصرية او باسباب سياسية يؤيد من قبل الوزارة اما قناعة السيد القاضي باوراقك وافاتك هذه مو مشغل الوزارة واضح استاذ جاسم لا تجلس في وزارة الهجرة استاذ الاخ فاضل ايضا عرف الاخ العزيز الاستاذ جاسم العطية وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كنت سعيد بالحوار اليك تقبل تحياتي استاذ جاسم شكرا لك اخي نجم شكرا جزيلا وشكرا لكم مشاهدي قناة التغيير فاصل واعود الى بغداد واللقاء مع السيد حسن الشمري وزير الصحة العراقية بعد الفاصل اعود الى بغداد مرة اخرى اخرا